عقدت الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدر مؤتمرا بشأن أحدث تحورات فيروس كورونا وكيفية تشخيص متحور أوميكرون وفعالية البي سي آر في اكتشافه كما ناقش المؤتمر استعراض مستقبل التحورات الجديدة وما إذا كان هناك موجات جديدة لتحورات كورونا بالإضافة إلى الإعلان عن أحدث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع فيروس كورونا بشكل مباشر ويعقد المؤتمر بالشراكة بين الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدر والجمعية السعودية لدراسة ارتفاع دخط الشريان الرئوي ويرأسه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوات تاج الدين نوجد أن هذا التحور أكثر عدوانية أو أكثر إصابة بحيث أن عدد الحالات التي تصاب من المريض المصاب أكثر بكثير جدا من أي إصابات سابقة أو أي أنواع أخرى الحاجة الثانية أن فترة الإصابة تبقى قصيرة بمعنى فترة الحضانة بتاع هذا النوع أقصر من الفترات السابقة في بعض الإحصائات العلمية وجد أن إذا كان فيروس الإنفروانزة العادية بيصيب من 2 إلى 3 من الأشخاص يعني اللي عنده مرض يعدي 2 إلى 3 فيروس دلتا التحور دلتا بيصيب من 5 إلى 6 في رصد العدد في بعض الأبحاث أن فيروس أوم ماكرون الجديد بيصيب 14 واحد يعني ممكن المصاب الواحد يصيب 14 واحد فهنا أكثر انتشارا لكن وبدأ بقى أجيال تصاب كثيرة يعني بنجد أن أسرة كاملة الأطفال والشباب والكبار السن كلهم يصابوا نتيجة لواحد بس أصيب من هذا الفيروس لكن من حسن الحظ ومن كرم ربنا أن الإصابات هنا لحد دلوقتي كلها إصابات بسيطة الأعراض كلها أعراض بسيطة كلها بتيجي في جهاز التنفس العلوي على هيئة التهاب حاد في الزور رشح وعطس من الأنف سعال خفيف أو بعض السعال ألم في الجسم ارتفاع بسيط في درجة الحرارة النسب الإصابة بالتهابات رئتين أقل في هذا المتحور الجمعية السعودية لأمراض ضغط شرية وهي جمعية قديمة نوعا ما من عمرها 15 عاما ومتقدمة بشكل أو بآخر في هذا المرض تشخيصيا وعلاجيا وتعقد عادة ندوات سنوية علمية لهذا المرض وكنا نلتقي في زملائنا الأخوة في مصر متخصصين في هذا المجال في هذه المؤتمرات هذه السنة قررنا أن يكون التعاون مباشر بين الجمعية السعودية والجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن وأن يكون المدعوين للحضور من جمهورية مصر العربية بقدر كبير لأهمية زيادة الوعي العلمي والتشخيصي لدهولاء الطباء الذين عندهم رغبة للتشخيص وعلاج هذا المرض أو أصلا متخصصين في هذا المرض ترجمة نانسي قنقر